نرحبك مرة ثانية قبل الفاصل كنا نتحدث ولم تجيب على السؤال كيف يمكن طمأنط الدول العربية وحتى تعود وتساعد لبنان بصراحة يعني أنا أسأل ما هي مآخذ دول عربية على لبنان يوجد بعض المآخذ التي سمعتها أنها ربما لبنان مصدر للإضطراب في بلادها فعلينا أن نتعاون أمنياً لوضع حد هذا الأمر الدول الأخرى تقول أن لبنان مصدر لتصدير المخبرات وحبوب الكابتاجون فنحن نقوم بكل ما أتينا من قوة اليوم للحد من هذه الأمور ونحن نتقدم بهذه الأمور بشهادتهم ولكن علينا أيضاً كثير مثلاً لوضع أجهزة أشعة على كل المناطق الحدودية لكي نفحص لكي نقوم بفحص كل المواد المصدرة من لبنان وأيضاً تفيدنا بالمواد المستوردة هذه الأشعة ليس لدينا الاعتمادات لشرائها فعلينا مع هذه الدول العربية وليست بكبيرة فالمبلغ ليس أن تتكلم بمبالغ بسيطة جداً فعلينا أن نتمنى أن نفتح التعاون لكي نرى ما هي ملاحظاتهم لتنفيذها بالكامل لمصلحة لبنان ومصلحة الدول العربية ولا نريد أن يكون لبنان مصدر لأي اضطراب أو أي أمر يضر بالدول العربية هذا طبيعي فعلينا التنصيق ونتحدث سوية ونقوم بهذا العمل وأنا أقول شخصياً من تنفيذ هذا العمل ترجمة نانسي قنقر